أهلاً بكم أعزائي مشاهدين وتابعي قناة مهارات زرعية في كل مكان نهاضي شاء الله هتكلم عن كيفية العناية بالنباتات المنزلية في فصل الشتاء من حيث طريقة الري التسميل التعرض للإضاءة التعرض لطيورات البرد أو طيورات الهواء البردة كذلك أهم الأمراض وطريقة علاجها هتكلم أول حاجة في فيديو النهاردة عن طريقة ري في فصل الشتاء في البداية تعالى أقولك أن النبات كان حي زي وزي الإنسان بالزبط وتلع احتياجاته المياه تقريباً منشرة بمعنى حددك في الصيف تحتاج المياه أكتر لأن انت حددك في الصيف الحار شديد كمان الشمس سطعة طول النهار فالجسم بيعرق وبيخرج كمية مياه كبيرة جداً من الجسم فبالتالي بيحتاج عوض المياه ديت عن طريق الشرش في الشتاء العكس للإنسان في الشتاء الشمس بتكون مياه سطعة وجو يكون آآ بارد مش بتاج آآ الإنسان يعوض بكميات مياه كبيرة لأنه مش هيفكت مياه كتير من جسمه لأنه ما فيش عالم نفس الكلام النبات في الصيف مع الحار الشديد والشمس المباشرة خاصة الليلة الخارجية آآ بيبدأ يفقد فزء كبير كده من المياه عن طريق عملية النسح لتكون عبارة عن صغور موجودة على سطح الورقة بتاعت النبات وبيطلع الماء ده عملية تلطيف للأوراق عشان الأوراق تقاوم الحار والجفاء بيحتاج إلى تعويض بكمية مياه كبيرة على العكس من ده في الشتاء الجو بيكون كويس الشمس خلالها غيوم زي بانتو شايفين كده أنا بصور في الغيوم النهار ده هيت آآ بالتالي مفيش آآ لا النبات بيفقد كمية مياه كبيرة عن طريق النطح لان الجو مش حر ولا كبير ان التربة بيحصل منها بخر ان الشمس بتبخر المياه من سطح التربة بتاعت القصيص او حتى تربة عدية لكن في الشتاء في غيوم شمس وبالتالي مفيش بخر ازا النبات هيحتاج لكمية مياه قليلا طيب اقدر اقول بقى سؤال تاني السؤال يدساء كتير كل كام يوم اروي النبات في الشتاء حقيقة العبارة دي ازا ما قلت قبل كده كتير قوي العبارة دي خطأ تماما لان ده بتوقف على كزا عامل من ضمنه مسلا طبيعة التربة لو انا عندي تربة طينية او تربة طقيلة حامرة طقيلة فدي بتحتفظ بماية فترة كبيرة فبالتالي هنا ممكن اروي كل فترة طويلة شوية لو تربة رملية او تربة خفيفة بتكون هنا لا تحتفظ بالماء لفترة طويلة وبالتالي احتياجها للماء بيكون اكتر فهنا رأي بكون كل مدة قليلة او كل فترة قليلة طب ازاي اقارن الموضوع بقول دايما في الصيف وخصوصا للنباتات الخارجية بروي عند بداية جفاف سطح التربة ما ينفعش في الصيف انتظر الى الجفاف التام او يعومك تلاتي اربعة صندق ازاي ما البعض بقول لأ نباتاتي هتنضرب فيش هتا لا انتظر بقى الى جفاف سطح التربة وبعمك تلاتة صندق لان ما فيش الشمس ما فيش بخر من التربة ما فيش ناطح من اوراق نبات وخصوصا نباتات الداخلية بالزال لازم اتأكد تماما ان التربة جفت عشان اعمل عملية راي لان زيادة الراي هتؤدي للمشاهد كتير من ضمنها انتشار احفال الجزور انتشار من الامراض الفطرية كمان تبدأ الاولا تصفر وخاصة انتشار في الورقة اللي قدام كانت يبدأ يصفر ويدبل ويبدأ ينشف ده زيادة رطوبة او زيادة ماء كاما عن التسميز تاني حالي حالي فيه نقطة مهمة لازم اعرفها ان فيه بعض النباتات او الاشجار اللي هي متسقط في الاوراق اللي بتيجي فيه فترة الخريف والشتر بتسقط اوراقها دي بتخش في كورس يكون كامل وبالتالي احتياجها للمية قليل وبالتالي لا تحتاج الى تسميز ابدا ممكن فقط بس في المعاد معين بضفلها وغاليا بيكون في شهر واحد بضفلها السمات العضوي حوالي النبات. مطبع ان يكون السمات العضوي تم التحالي. لكن بالنسبة بقى اللي نباتات المستديمة الخضر اللي هي ومسقطش اوراقها لا في الخريف ولا في الشتاء. دي مهم جدا ان انا اسمتها في فاطمة الشتاء. لكن طبعا احتياجتها بالتسميز هتكون برضو قليلة شوية. ليه? لان هي برضو تكون في حالة من السكون. كمان انا بروي كل اديه. مسلا كل اسبوع او كل عشر تيام حسب نوع التربة عندي او كل اربع تيام حسب نوع تربة عندي. سواء كان نبات خارجي او داخلي. سواء كان تربة كيلة او خفيفة. فهنا برضو احتياجي للتسميز بيكون مع الرأي فبيكون برضو كل فترة طويلة شوية عن السم. لكن مع الاخص في الاعتبار ان في نباتات كتيرة يجيب ده نشاطها كله في فترة الشتاء. زي الحوليات المزهرة شتوية. كل ده بيحتاج للمو في فترة الشتاء. وبترة بيحتاج الى آآ سمات فترة الشتاء. طيب. السمات دي. رقم واحد ارجع دي السمات الاضوي. اما السمات العضوي تم التحلل وعمله في التربة اضيفه للتربة. لو عندي السيس بضيفه حوالي معلقة كبيرة. اه لو طبعا باتيك كبيرة او واجور كبيرة همونت اضيف هنا كل شجرة حوالي ثلاثة اربعة كيلو حسب حجم الشجر. ممكن ان اعطف مية واضيفه عن طريق الماء. وطبعا في فيديوهات عن منقوع السمات العضوي موجودة على الخناة. طيب لو ما عنديش حوالي اضوي. تاني مديلة عندي السمات الطبيعي. اللي هو كل منقوع النباتات الموجودة عني. سواء كانت بقية نباتات في المطبخ او اي بزور نباتات موجودة عني. بنقعها وآآ بستخدمها كسمات الطبيعي بدون اي ادرار في الشتاء. وطبعا آآ فيه امسلة كتيرة جدا جدا عليها في الخناة. طيب. لو ما عنديش ده او ده ومشي في الصرف. هقول لك الجدامة ليه الحاجة اللي هي متاحة واللي هي بتاعت اي حد مبتدئ او ما عنديش خبرة من ناحية التسمين. اللي هي المتوازن. العشرين عشرين عشرين او تساعتشرات. آآ هتاخد منه اتنين جرام هتبون في نتر مية وتزفق نبات بحسب احتياجه. يعني نبات لو خد ضخص كوباية ماشي كوباية كاملة ماشي خد نتر كله ماشي خد اتنين نتر ما فيش مشكلة خاصة. هتكلم بقى على فلاتة الاحتياج للاضاءة. اي نبات في الدنيا بيحتاج الاضاءة عشان يتمم عملية بناء الضوء. اللي بينتق منها الطاقة والغزاء اللي لازم لحياة النباتة. يعني بدون ضوء ما فيش بناء ضوءي ما فيش طاقة ما فيش غزاء. لازم نعرف الكباز جدا. وبالتالي عندي الشمس في الشتاء بتكون غالبا في حالة غيوم. فهنا بالنسبة للنباتات الخارجية اللي لازم اعراضها للشمس الكاملة طوال اليوم. عشان ما تكون عندي بصحة جيدة يكون آآ قوي عايز غزاء وعايز طاقة. هيجابها منين? ببناء ضوءي. بل لازم اعراضه للشمس الكاملة عشان يحصل على الطاقة والغزاء. طب بالنباتات الداخلية بضعها في مكان قريب من النوافذ او مكان به اضاءة صناعية قوية جدا زي الكهرباء. المهم ادى اوفر له ضوء قوي عشان يكمل عملية البناء الضوء. طالما تكلمنا على النباتات الداخلية وقلنا ان هي بتحط في مكان بالقرب من النفذة بس خط بالك مهم جدا اخوة لتباقي بقى من ربع نقطة طيارات الهواء. مهم جدا احافظ على النباتاتي من طيارات الهواء البردة لاني يبقى اصل جدا على نمو النبات. فمن انفعش انا اجيش فتح الشباك او فتح الباب ووضع النبات بتاعي للنهار لان ده هيزيه ازية جبيرة جدا. في الشتاء بالزات بحاول بقاطر المكان اضع نباتاتي خصوصا المنزلية بالزات في اماكن دافئة بعيدة عن طيارات الهواء البردة. طب لو انا مشغل تخييف او المكيف زي اخواتنا خليج فبقول هنا بنسبة لي تخييف او المكيف ابعد عن طيارات الهواء الدافئة لانها بتكون خالية من الاكسجين وتكون جافة ودي بتأزي النباتة. نيجي بقى على اخر نقطة مكافحة الامراضة. هنقسمي المكافحة دي لخسمين اتنين. اول حاجة بالنسبة لي الامراض الفطرية ودي منتشرة في الشتاء بقسرة. ده متوفر عندي كابلت ميكوروني وده ارخص مبيض الفطر موجود في السوق التجاري. اه باشتغل اه منه اتنين جرام ونص يعني نص معلقة صغيرة في لتر مية وارشي يعني بات كل خمستاشر يوم كوقاية من جميع الامراض الفطرية وكمان بيبقى قاية ضد الاكروسات او العناية. وكمان برضو بيمنع اه 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 اتراب الحشرات اه زي الزبابة البيضة اه اه لحشرات الطائرة. لانه بيعمل عملية كده طبقة او فيلم كده عارس الورقة بتمنع اقتراب هزي الحشرات من الاولاء. طيب لو ما عنديش كابلت ميكوروني. هقول لك هات بيكربونات السوديوم او صودر خبيز او بيكربوناتو. وبرضو نص معلقة سويرة على لتر مية ورشنة بتاعك كل خمستاشر يوم. او معلقة جبيرة من الخل ورشنة من المتاتك كل خمستاشر يوم. ممكن تعمل انت هادل بين التلات كونتجات دول. اول ما مش موجود عندك شتغل بالبيكربونات وبالخل فقط. تاني حاجة بقى الامراض الحشرية. الماضي الحشرية في الشتة واغلبها ياما العناكب ياما الحشرة البشرية او البقل اللقيقي. يبقى شوية زبابة متقل شوية في الشتة عن الصيف. ممكن من عموما احنا بقول تعمل اللي انا اقول لك عليه ده. معلقة جبيرة خل. خل طعام المجوز في بيت عندك. ومعلقة صغيرة من السابون السايل. معلقة صغيرة من آآ زيت الطعام. اي زيت حتى لو مستعمل. كل ده هضيفه على اليتر مية. ومفتروش بها النبات كل خمستاشر يوم معك. بكده يكون عملنا وقاية للامراض الفطرية. وكمان كفحنا الامراض الحشرية. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا ايه. وصنا اسمعكم وقال لك في فيديو اخر ان شاء الله.